اشتركوا في القناة انجاز المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات المتمل لهذا الدرس لدينا نظام آلي نستعمله في التثقيب والممثل أمامكم بهذا الرسم اذا تصل القطعة المراد تثقيبها او تثقيبها الى مركز التثقيب وبالتحديد الى الملزمة الضغط على الملتقط اس يبين وجود القطعة في الملزمة مما يؤدي الى تثبيتها بواسطة الدافعة بعدما تثبت القطعة في الملزمة ينزل المثقاب فينزل المثقاب ونقوم بعملية التثقيب وبعد عملية التثقيب ننتظر مدة لانهاء عملية التثقيب ثم عندنا صعود المثقاب لما يصعد المثقاب تتحرر القطعة برجوع الدافعة ا وتعاد وتتكرر هذه العملية كلما وجدت قطعة في الملزمة هنا لا نتطرق الى كيفية وصول القطعة الى الملزمة وكذلك بالنسبة لدوران المحرك وكذلك لا نتطرق الى كيفية اخلاء القطعة من مركز التثقيب اذا لانشاء المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات اذا دفتر شروط تعهاد النظام عند وصول القطعة الى مركز التثقيب يعطي الملتقط اشارة انطلاق الدورة لتتم وفق المراحل التالية في المرحلة الاولى خروج ساقة دافعة ا لتثبيت القطعة في المرحلة الثانية نزول الدافعة ب للتثقيب القطعة في المرحلة الثالثة تصعد الدافعة او صعود الدافعة ب لكن يكون هذا بعد تأجيل مدته 30 ثانية للسماح لانهاء عملية القطعة عملية التثقيب في المرحلة الرابعة الضغط على المنطقة بزيرو يسمح بدخول ساقة دافعة وبهذا تتحرر القطعة من الملزمة اذا لا تعاد الدورة الا بتوفر الشروط الاولية اللي هي وجود القطعة في الملزمة ولا نهتم بآلية اشتغال المحرك او كيفية وصول القطعة نتطرق الى مكونات المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات المختصر او المختصر بالمتمن اذا المخطط يتكون من اطار لمعلم لهو المرحلة اذا الاطار المعلم يبيننا المرحلة عنا اطر او اطار او اطر للعمل المرتبط بالمرحلة او للاعمال المرتبطة بالمرحلة اذا كانت هناك مرحلتين معناه يكونوا عندنا اطارين واحد امام الثاني المرحلة الابتدائية اللي هي تبيننا الوضعية قبل بداية العمل نبينها بواسطة مربعين او صحة تعبير بواسطة مربعين اه معلم كذلك هذا المربع بالصفر او بالواحد حسب ثم عندنا الانتقال لنمثل بخط افقي وهنا لا يتم الانتقال من مرحلة الى مرحلة اخرى الا بتحقيق الاستقبالية الا بتحقيق الاستقبالية وهنا هذا الخط اللي رأينا نشوفه امامنا هي الوصلة الموجهة وهذا الوصلة الموجهة دائما تكون من الأعلى إلى الأسفل وللارتقاء من مرحلة إلى مرحلة لابد باش تكون الاستقبالية محققة الآن إذا كان عندي الاتجاه نحو الأعلى لابد من وضع إشارة السهم التي تبين بأن الوصلة موجهة إلى الأعلى. إذا ما كانش هناك سهم فمباشران الاتجاه راح يكون للأسفل دون وضع السهم الآن بالنسبة للمخطط الوظيفي عندي المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات غراف سات مستوى أول في المستوى الأول راح نتطرق إلى تعاقب العمليات الواحدات الواء الأخرى هناك تعاقب للعمليات. إذن عندنا أول مرحلة في المتمن هي مرحلة مرحلة الراحة معناه ما زال ما بداش يشتغل النظام وباش يشتغل النظام لابد باش تكون هناك الاستقبالية الأولى. بالنسبة للنظام لابد باش تكون القطعة موجودة في الملزامة إذن لابد باش تكون كاينة توصل إشارة تبين بأن القطعة موجودة داخل الملزامة. لما تتحقق هذه الاستقبالية نتحول إلى المرحلة الأولى. المرحلة الأولى هي تثبيت القطعة. إذن داخل الإطار لدينا الرقم واحد والإطار الموجود مننا على اليمين. العمل المرتبط بهذه المرحلة. نذكر العمل المرتبط بالمرحلة. لما تثبت القطعة. إذن القطعة مثبتة. أنا عندي استقبالية توصل بأن القطعة راهي مثبتة. يمكنني الآن الانتقال إلى المرحلة الموالية. وهي نزول المثقاب. إذن المرحلة الثانية نزول المثقاب مع التأجيل. لماذا؟ لأنه لابد باش يكون تأجيل لإنهاء الثقب. حتى يمكننا إنهاء الثقب معناه نزع كل الجدادة الموجودة بداخله. لا تبقى جدادة ملتسقة في عمق الثقب. الاستقبالية هنا هي المثقب في الوضعية السفلية وانتظار ثلاثين ثانية. معناه بعد ما يوصل المثقب إلى الوضعية السفلية ننتظر ثلاثين ثانية باش تعاود تخرج. باش يمكن هناك الارتقاء إلى المرحلة الموالية. وهي المرحلة الثالثة لتمثل في صعود المثقاب. لما تنتهي عملية الصعود بالمثقب في الوضعية العلوية. لأنه الخيرول والوضعية اللي يتوقف فيها في الوضعية العلوية. هنا توصل الاستقبالية لتمكن من الارتقاء أو الانتقال إلى المرحلة الرابعة. اللي هي تحرير القطعة. الآن تحرير القطعة. لما تكون القطعة محررة تنتهي الدورة. تنتهي الدورة بتحرير القطعة. الآن لإعادة الدورة يمكن كلما وجدت هناك القطعة كانت في الملزمة. يعني وصلتنا من مركز الشحن القطعة تبقى العملية هذه الدور. إذن وهنا لابد باش نبين السهم لمثل بأن الوصلة هنا لازم تكون المرور يكون من الأسفل إلى الأعلى. إذن في هذا المخطط هنا نتطرق إلى تعاقب الأعمال التي يجب أن تكون حتى نصل إلى النهاية. إذن عملية بعملية. وبعد إنجاز المخطط مستوى الأول ننتقل إلى مخطط المستوى الثاني. وفي المخطط المستوى الثاني نتطرق إلى التكنولوجيا المستعملة لتحقيق هذه الأعمال وكيفية تعاقبها. إذن هنا رح ننتقل الآن من المخطط أو من المستوى الأول إلى المستوى الثاني. هنا رح نذكر تكنولوجيا في المستوى الثاني. رح نذكر تكنولوجيا المستعملة. إذن هنا عندي دائما مرحلة الراحة. القطعة في الملزمة معناها بالضغط على الملتقط S. إذن هنا التكنولوجيا اللي استعملناها لتحقيق الاستقبالية هو الضغط على الملتقط S. لما تكون الاستقبالية صحيحة. لماذا؟ لأننا نستعمل الثاني إلى هنا إما وضعية صحيحة أو خاطئة. معناه إما استقبالية وصلت ولا ما وصلتش. إذن كنت نذكر الاستقبالية صحيحة معناه الاستقبالية وصلت. إذن تحقيق الاستقبالية يؤدي إلى خروج الدافعة A. لهي دورتها هو التثبيت. معناه أنه فك الملزمة موصول مع ساق الدافعة. إذن هنا تتم عملية الدفع حتى الحصر. لماذا؟ لأنه لابد من حصر القطعة داخل الملزمة. الآن لما توصل الفك يوصل إلى نهاية المشوار. يضغط على الملتقطة A. ليبين أنه عملية التثبيت قد حقيقت. وهذا ببضغط على أهم معناه أنه يمد إشارة أنه عملية التثبيت قد تحققت. الآن الاستقبالية تحققت ما مر إلى المرحلة الموالية. وهي المرحلة الثنين. وهو نزول الدافعة B. إذن بخروج الساق المتاحة. بخروج الساق المتاحة. لذلك مدينا B+. وهنا هذا الدافعة هي الساق الدافعة هو اللي يكون مرتبط بمركز التثقيب اللي يقوم بعملية الإنزال. وانتظار 30 ثانية لإنهاء عملية التثقيب. بعد ما توصل إذن إلى بيئة اللي هي نهاية المشوار. معناه نهاية نزول المثقات. إذن بالضغط على بيئة تمد نهاية النزول. ثم ننتظر 30 ثانية بالنسبة للمرحلة 2. إذن S 30 ثانية بالنسبة للمرحلة 2. بعد مرور 30 ثانية هناك المرور إلى المرحلة الموالية. المرحلة الثالثة. وهي سعود المثقات برجوع الدافعة بي. ثم لما ينتهي مشوار الرجوع نضغط على بي زيرو. إذن بي زيرو الاستقبالية لتمدل إشارة إلى الدافعة بي الرجوع. وهكذا تتحرر القطعة. وعند انتهاء التحرر نضغط أو تضغط الدافعة على الاستقبالية أو على الملتقط. أزيرو وتعاد الدورة كلما وجدت هناك قطعة في الملزامة. إذن هكذا نلاحظ الآن الفرق بين المستوى في المتمن في المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات. نلاحظ الآن أنهم في المخطط في المستوى الأول نذكر الأفعال وتكون بالتعاقب. مرحلة تلو من المرحلة. الآن في المخطط الثاني يكون هناك التعاقب لكن باستعمال التكنولوجيا المستعملة لهذا الغرض. الآن نشوفه كيفاش يتم الربط بين الدافعة والملتقط. أنا كنت مقبل قلت أنه الملتقط يمد إشارة للدافعة. إذن يمد إشارة للدافعة عبر موزع. إذن هنا الدافعة المستعملة في هذا النظام هو أو هي دافعة مزدوجة الفعل. عندها الغرفة شفنا الغرفة A بلس وA موان وشفنا الغرفة B بلس وB موان. معناه أنه الدافعتين المستعملتين في هذا النظام هي دافعة مزدوجة المفعول. التحكم في الدافعة مزدوجة المفعول تكون بواسطة موزع خمسة ثنين. الموزع خمسة ثنين خمس منافذ وممرين. نربط طالما مر الأول بالموزع لهنا عن طريق قنوات الربط إذن هنا الغرفة أمو هي اللي راهي الغرفة أمو هي اللي راهي تحت الضغط إذن هنا راح تكون الغرفة مضغوطة إذن الغرفة تتحل ممر الضغط والغرفة الثانية المنفذ الثاني هو منفذ الإنفيلات إذن عندنا منفذ التغذية في الغرفة ناقص وعندنا منفذ الإنفيلات لماذا لأنه يمكن تكون غرفة في التغذية لازم الأخرى تكون في الإنفيلات إذن هنا ويبقى لي المنفذ الخامس هنا مغلق هذه الوضعية في الأمو في الوضعية الأخرى في الوضعية أبليوس إذن راح نحول راح يتحول راح يتحول الغرفة الأبليوسية اللي تولي في التغذية والأمو هي اللي تولي في الإنفيلات هذا الموزع متحكم فيه بواسطة الملتقط الملتقط S إذن الملتقط S هو عبارة عن ملتقط عبارة عن موزع ثلاثة 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 أثنين وهذا الموزع وحادي الاستقرار إذن هنا الضغط عليه تكون ميكانيكي الضغط ميكانيكي وبالنسبة للرجوع راح يكون بواسطة النابض إذن هنا نفس الشيء إذن هنا عندنا ثلاث منافذ إذن عندنا منفذ التغذية وهنا هذا النوع هو موزع مغلق في حالة راحة إذن هنا راح ممثل في حالة راحة وغرفة أو منفذ التغذية يكون مغلق والوضعية الثانية تكون ب فتح المنفذ إذن هنا الضغط على S يؤدي إلى فتح التغذية يؤدي إلى ضغط الغرفة بلوس ويتم خروج ساق الدافعة إذن وهذا تمثيل لكيفية تركيب الدافعة مع عنصر الاستقبال وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس نرجو أن أنكم تكون قد استفدتم نضرب لكم موعد آخر في دروس أخرى إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر